افتح مع بعض ابواب للخير وابلاب للصداكات وابواب للطاعات وخاصة انو احنا في شهر رمضان الكريم الشهر المبارك المعظم اللي فيه بتتضاعف الحسنات وتتضاعف الاعمال احنا كمان في مؤسسة اكرام بنضاعف مجهودنا وبنضاعف اعمالها اهلا وسلام بيكم من النهاردة هنتكلم مع بعض عن وصلاة المية من افضل الاعمال اللي احنا بنحب نعملها وصلاة المية وده مش كلامي ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ماتت ام يا رسول الله افتصدق عنها قال نعم فسأل سيدنا سعد في اي الصدقة افضل قال صلى الله عليه وسلم سكي الماء اي الصدقة افضل يا رسول الله قال سكي الماء او سكي الماء فده بيدل على افضل الاعمال سكي الماء افضل صدقة ممكن تعملها هي انك تشرب حد مية جميل جدا في الشهر الكريم ان احنا نفرح بوصلات المية او نفرح بالخير اللي بنعمله ونقول احنا عاوزين ويكتر ويزيد جميل او في الشهر الكريم ان احنا نقف في الشوارع ونوزع وقت الفطار عصير او طمر او ازاز مية ده عمل طيب لكن تخيلوا معايا ان في ناس في كورة بعيدة بيأزن عليهم الازان وممكن يكون معندهمش مية اه في كده في ناس بيأزن الازان ومعندهمش مية في البيت ومفيش عندهم حد يدي لهم ازازة مية زي ما احنا بنعمل فعشان كده عاوزكم تقولوا دولوقتي كلكم في الحلقة بتاعتنا احنا عرفنا ان في ناس محتاجة وصلاة مية وهنعمل الخير وهنساعد الناس ان يوقع عندهم وصلاة مية احنا دورنا في مؤسسة اكرام ان احنا نجيب الناس دي ونوريها لحضرتك ونقولك هنا في ناس محتاجة الخير ده هنا في ناس محتاجة وصلاة المية هنا في ناس محتاجة العمل الصالح ده والعمل الصالح ده العائد بتاعه والفايدة بتاعته في الحقيقة وفي الاصل مش بتروح للمحتاج ده بتروح لك انت وكتير من اهل الخير اللي ساموا معنا وصلات المية عارفين اللي انا بقوله ده لان هم جربوا ده في حياتهم قبل كده جربوا ان هم يعملوا عمل خير ويشوفوا العائد بتاعه على حياتهم بتكون شكله ايه وصلات المية من افضل الاعمال اللي ممكن تعملها بحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبالتجربة لان كل الناس اللي جربت تعمل خير في باب سقيا الماء وباب توصيل المية وباب حفر الابار لقوا نتيجة الخير ده بشكل سريع النهاردة قبل ما اجي الحلقة دي واسجلها لحضراتكم كلمتني ام فاضلة متبرعة كريمة ربنا يبارك فيها من اسيوت بتقول انها عندها 76 سنة وهي ومجموعة من صديقتها كلهم تقريبا في نفس السن اخدوا عهد على بعض ان هم يجمعوا من بعض فلوس ويعملوا وصلة مية كل شهر قلت لي بس اسيوت الاسلام احنا في شهر رمضان مش هنعمل وصلة كل شهر بتقولها ليه ده ده شهر العمل الصالح ده احنا نقطر فيه من عمل الخير ايه بالزبط كده احنا في رمضان هنعمل وصلة كل اسبوع ما شاء الله ربنا يبارك يا رب يا تقبل يا رب هم خلوا الخير في حياتهم عادة عادة خير ان هم يعملوا الخير بشكل دائم قالت بدل ما اعمل وصلة كل شهر لا احنا في رمضان هنعمل وصلة كل اسبوع احنا كمان في مؤسسة اكرام كنا بنعمل كل شهر تقريبا 200 وصلة مية او تلتمية وصلة مية قلنا لا في شهر رمضان الكريم هدفنا نعمل الف وصلة مية ها قبلتوا التحدي معنا احنا عندنا تحدي نعمل الف وصلة